اهلا بكم الى هذه النشرة الاقتصادية نقدمها من قناة الميادين ونستهلها كالعادة بالعنوين اردوغان يقول ان اقتصاد تركيا يتعرض لهجوم من خلال الضغط على الليرة وسط خلافات مع ادارة المركزي نحو 20 مليار جنيه خسائر البورصة المصرية بعد شائعات عن ضريبة على التعاملات المالية وفي النشر مزارع الحسك السورية يستبدلون القمحة بالنباتات العطرية اهلا بكم قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان الاقتصاد التركي يتعرض لهجوم من خلال سعر صرف العملة مبررا بذلك الانخفاضات الحادة التي شهدتها الليرة التركية ومضيفا ان المسؤولين عن هذا الهجوم يحاولون ابطاء عجلة الاستهلاك والانتاج والاستثمار ويعاني اقتصاد تركيا مشكلات متشابكة تعود بدايتها الى الحرب في سوريا البوابة العربية للمنتجات التركية وصولا الى محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف العام الماضي وبينها الكثير من التوترات السياسية والاحداث الامنية ابرز واخر تجليات الازمة انهيار سعر صرف الليرة حسن يوسف احدى اشكاليات السياسة النقدية لتركيا ارتباط عملتها بالدولار وبالتالي فان المصرف المركزية سيكون مجبرا على اتباع خطى مجلس الاحتياطي الفدرالي عند تحريك اسعار الفائدة وفي حين يتجه الاقتصاد الامريكي الى التعافي وتتراجع معدلات البطالة تتجه اسعار الفائدة الامريكية الى الارتفاع وهو ما يفرض على مصرف تركيا المركزي رفع اسعار الفائدة على الرغم من الضرر الذي يمكن ان يلحق بالاقتصاد المحلي المثقل اصلا بتراجع النمو وتعثر سوق الوظائف رجب طيب اردغان تنبه الى الامر وطالب مرارا بخفض اسعار الفائدة في مسعى لتحفيز النشاط الاقتصادي وهو ما ترفضه ادارة المركزي ووصل الامر بالرئيس التركي الى حد وصف من يرفضون تحريك الفائدة نزولا بالخوانة عمليا خفض اسعار الفائدة سيكون له ايجابياته محليا على مستوى تحفيز الاستهلاك وتسهيل عمليات الانتاج وتمويل الاستثمارات الداخلية لكن في المقابل ستكون له انعكاساته الخطرة على جاذبية تركيا للاستثمارات الاجنبية وهي الحاجة الملحة حاليا للحصول على النقد الاجنبي ويعادة تكوين احتياطي مريح يساعد المصرف المركزي على بناء شبكة امان تحمي الليرة التركية بعدما فقدت خمس قيمتها منذ مطلع العام الجاري التنقض الحالي بين السياسات الدغان وتوجهات المصرف المركزي يعيد الى الاذهان تجربة الارجنتين وهو ما تقول صحيفة وولستريت جورنال انه يتطلب من الرئيس التركي تغيير سياساته وإلا فان الكارثة باتت بحكم الواقعة ويبدو ان احد ابواب الحل امام رجب طيب اردوغان هو بتصفير المشاكل مع روسيا وايران ابتداءا تمهيدا لعلاقات افضل مع دول الجوار الاخرى وعودة التجارة والاستثمارات البينية الى سابق عهدها رفضت المحكمة الدستورية الروسية حكم محكمة حقوق الانسان الاوروبية بدفع ملياري يورو لحاملي اسم سابقين في شركة النفط يوكوس وكانت الحكومة الروسية قد قامت بتصفية هذه الشركة مطلع الالفية بعدما سجنت رئيسها ميخايل خودروفسكي الذي امضى عقدا كاملا قيد الاحتجاز كشف نائب وزير تساق الروسي كريل مولوتسوف ان تايلند تولي اهتماما لاستيراد الغاز المسال من روسيا ولفت الى مباحثات تجري في هذا الشأن بين شركات النفط والغاز الروسية وشركاتها التايلندية شركات النفط والغاز الروسية المهتمة بالسوق التايلندية هي جازبرام ونوفاتيك وروسنفت وقد باشرت مباحثات مع الشركاء التايلنديين ضمن فرق العمل ما يتيح لكل شركة روسية ان تجد لنفسها مجالا خاصا في السوق التايلندية بعد عودة الحديث في مصر عن ضرائب الارباح الرأسمالي على الاسهم المقيدة في البورصة فقدت السوق المصرية نحو 19 مليار و300 مليون جنيه في ختام تعاملات جلسة يوم الخميس وزارة المالية المصرية اكدت التزامها بتأجيل تطبيق هذه الضريبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ منتصف ايار مايو المقبل وكان تقرير لصندوق النقل الدولي قد صدر ليلة الاربعاء ورد فيه اقرار الحكومة المصرية بدأ تطبيق ضريبة في ايار مايو ارتفعت ارادات قناة السويس لأكثر من 414 مليون دولار في كانون الاول ديسمبر الماضي من 389 مليون في 22 نوفمبر قناة السويس تختصر زمن الرحلة بين اسيا واوروبا بنحو 15 يوما في المتوسط وفي العام الماضي تراجعت ايراداتها بنسبة 13.13% بسبب الاضطرابات الامنية والسياسية التي عاقت حركة الاستثمار والتجارة تشهد زراعة محصول قمح الاستراتيجي في محافظة الحسك السورية تراجعا كبيرا من حيث المساحة والانتاج فالمحافظة التي انتجت في عام واحد قبل الحرب اكثر من مليوني طن قد لا تنتج هذا العام عشر هذا الرقم التفاصيل في التقرير التالي هنا محافظة الحسك السورية هذه الاراضي كانت توفر قبل الحرب اكثر من نصف انتاج البلاد من القمح لكن انتاج هذا المحصول الاستراتيجي تراجع بشدة مع تقلس المساحة المزروعة ورغم تحسن الحالة الامنية للمحافظة وتحرير اكثر من 95% من اراضيها وطرد تنظيم داعش الا ان المساحات المزروعة هذا العام لا تبشر بموسم وفير يتناسب مع الواقع الجديد الحقيقة هناك تراجع في زراعات المروية حصرا والزراعات البعلية بالنسبة للمحاصيل الاستراتيجية القمح والاسباب تعود الى عدم وجود مستلزمات الانتاج الزراعي وخاصة ما يخص الحوامل الطاقة من كهرباء وديزل وبالاضافة الى نقص مادة المازوت وارتفاع اسعارها بالاسواق المحلية في المحافظة زراعة القمح لم تعد اليوم المحصولة الوحيدة لمزارعي الحسكة فمع غياب مستلزمات الانتاج الزراعي وانخفاض مستوى الدعم الحكومي اجبر هؤلاء المزارعون على التوجه نحو الزراعات العطرية كالكمون والسمسم والكزبرة والتي تعتبر من الزراعات ذات الدورة القصيرة التي تقل عن ثلاثة اشهر وعائداتها اكبر من عائدات بقية المحاصيل الزراعية المحاصيل العطرية التي تتركت زراعتها خلال السنوات الماضية بالحسكة هي الكزبرة والكمون وحبت البركة المحاصيل الثلاثة هذول بالدرجة الأساسية مزروعة في المحافظة أسباب زراعتها بالمحافظة تعد لعدة أسباب أول سبب المردود الاقتصادي عالي لهذه المحاصيل يعني الفلاح يحصل على قيمة شرائية نتيجة عمنات البيع بفارق كبير عن محاصيل الاستراتيجية مثل القمح والشعير وغيرها من محاصيل أخرى القطن وغير محاصيل أخرى الموجودة وممتشر زراعتها في محافظة الحسكة محافظة الحسكة التي أنتجت خلال عام واحد قبل الأزمة أكثر من مليونين ومئتي ألف طن من القمح قد لا تحقق هذا العام عشر هذا الرقم ما قد يهدد الأمن الغذائي السوري ويحول سوريا إلى بلد مستورد لأكثر من نصف حاجته من هذه السلعة التي تصل إلى أكثر من ثلاثة ملايين طن في العام ليكون ذلك حدثا هو الأول من نوعه في تاريخ سوريا ويأمل المزارعون عودة الدعم الحكومي كما كان قبل الحرب ليؤمن مجددا نصف حاجة البلاد من القمح دفعت جامعة ترامب وهي أحدى المؤسسات العديدة التي تحمل اسم الرئيس الأمريكي المنتخب مبلغ 25 مليون دولار لإسقاط الدعوة الجماعية التي رفعت ضدها بتهمة الاحتيال وكانت نيابة العامة قد وجهت إلى جامعة ترامب اتهاما بخداع الطلاب منذ أربعة أعوام وبإجبارهم على دفع الرسوم مقابل دورات دراسية لم يكونوا بحاجة إليها وكانت وسائل الأعلام قد تلقت معلومات عن وجود قرار لتسوية الأمر خارج المحكمة يقضي بدفع تعويضات للمعنيين قالت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي جانا تيالن أن رفع أسعار الفائدة تدريجا بات أمرا منطقيا في ظل اقتراب الاقتصاد الأمريكي من مستوى التوظيف الكامل واتجاه التضخم نحو المعدل المستهدف عند 2% يلن أكدت أنها سوف تتابع عن كثب السياسات الاقتصادية المعتمدة في عهد الإدارة الجديدة وسوف تأخذها بالاعتبار عند أعلان توقعاتها وفي أي قرارات بخصوص أسعار الفائدة في المستقبل في تسوية جديدة بين المصارف العالمية والسلطات الأمريكية تفق بنكو كريدي سويس على دفع خمسة مليارات وثلاثمائة مليون دولار في إطار تسوية قضائية مع السلطات الأمريكية متعلقة بمزاعم تضليل مستثمرين في قطاع الرهن العقاري وفي إطار التسوية التي أعلنتها وزارة العدل الأمريكية سيدفع البنكو اليوم مليارين ونصف مليار دولار على شكل غرامة نقدية والمبلغ المتبقي سيخصص لدعم المستهلكين بما في ذلك أعفاءات من سداد قروض وصل أول قطار بضائع يربط الصين مباشرة ببريطانيا بعد رحلة استمرت ثمانية عشر يوما عبر خلالها قرتي أسيا وأوروبا لنقل حاويات تحمل ملابس وسلعا استهلاكية ولحظة وصول قطار إلى لندن جرى الاحتفال بعد رحلة بلغ طولها 12 ألف كيلومتر هذه الخطوة تساهم في تعزيز التجارة بين البلدين حيث إن قطارات البضائع أرخصوا من الشحن الجوي وأسرعوا من الشحن البحري وهكذا أصبحت لندن المدينة الأوروبية الرقم 15 التي تصل إليها قطارات البضائع الصينية قالت إدارة الصرف الأجنبي الصينية يوم الخميس إن احتياطيات نقد الأجنبي في الصين وفيرة وإن لديها خططا لتعامل مع نزوح رؤوس الأموال إلى الخارج حتى بعدما صعدت مبيعات نقد الأجنبي في ديسمبر كانون الأول إلى أعلى مستوى في نحو عام المتحدثة باسم إدارة المصرف قالت إن احتياطيات نقد الأجنبي للصين قد توفر لها ظروف التقلب مستقبلا بالارتفاع أو انخفاض في نطاق مقبول ويذكر أن الصين تملك أكبر احتياطي لنقد الأجنبي في العالم بفارق كبير عن بقية الدول لكنه انخفض نحو 330 مليار دولار العام الماضي بهذا الخبر نختم النشرة الاقتصادية للمزيد زروا موقعنا الميادين دوت نت باللغتين العربية والإسبانية نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة